إذ عاد رئيس المساد الإسرائيلي ديفيد برينيا من محادثات حول صفقة المحتجزين في روما والتي أجرها لمدة ساعتين وعرض برينيا على الوسطاء الاقتراح الإسرائيلي المحدث الذي يتضمن تحفظات نتنياهو ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن اللقاء في روما عقد عقد من أجل اللقاء فقط ولم يحدث أي اختراق خلاله في المفاوضات بعدما أضف نتنياهو شرطا جديدا وهو الحصول على أسماء الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم بدورها أفادت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو السبب الرئيسي وراء موقف إسرائيل المتشدد في محادثات روما وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الأمنيين يضغطون على نتنياهو لإظهار مرونة تتيح إبرام الصفقة أفادت صحيفة إسرائيل اليوم بوجود صلة بين الضربة الإسرائيلية المتوقعة في لبنان ردا على هجوم مجد الشمس وبين المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة الصحيفة وإذ رأت أن إسرائيل أمام أيام من القتال والتصعيد مع حزب الله لكنها غير معنية بالحرب حاليا ذكرت أن ذلك التصعيد سيؤثر على مفاوضات غزة سلبا أو إيجابا متوقعة أن تكون الأيام المقبلة متوترة ومهمة لقطاع غزة للمرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر ووفقا لما قالت إنه تقييم عسكري رجحت الصحيفة أن يكون الغرض من التصعيد المرتقب عند الحدود مع لبنان ليس فقط ضرب حزب الله بل منعه من مواصلة إطلاق النار على إسرائيل من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي أهلا بحضرتك دكتور طارق يعني صحيفة إسرائيل عندما تربط الرد إسرائيل على حزب الله ومفاوضات إطلاق النار وهم الجانب الإسرائيلي منذ البداية فصل الجبهتين عن بعضهم البعض كيف نقرأ الربط الآن دلالة على ماذا مثلا هو بالتأكيد تريد إسرائيل فصل المصارين لكن الواضح بالفعل أن هناك تأثيرات متوقعة إذا اشتعلت جبهة الشمال لابد أن يكون لها تأثير على المفاوضات لكن المفاوضات الآن دخلت إلى مرحلة جديدة ليس بهدف أن نتنياهو يشتري الوقت أو أنه دخل في تفاصيل مهنية لا علاقة لها بالأطر يعني الآن الرجل يتحدث عن تفاصيل لفرق الأمن الخاصة التي تتابع تنفيذ الاتفاق في مراحله خاصة ببيانات عن الجنود خاصة بالدمانات التي سيحصل عليها من الجانب الأمريكي تفاصيل التفاصيل وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى اتفاق بهذه الصورة خصوصا أنه طلب الأطراف المفاوضين مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل وهو كان مطلب لحماس وتم التوافق عليه منذ باريس 2 اليوم نعود إلى مرة أخرى إلى المربع رقم واحد للإشارة إلى التفاصيل المطلوبة وبالتالي موضوع ما سيجري في غزة مفاوضات غزة سيلكب تبعاته على جابة الشمال والعكس في هذا الإطار لكن جابة الشمال حتى أيا كان طبيعة الرد إسرائيل بطبيعة الحال لن تذهب إلى تسوية في غزة في هذا التوقيت لا اعتبرت طبعا متعلقة بأهداف إسرائيل مما يجري في القطاع حتى الآن طيب كان هناك صحيفة هارتس قالت إن عرض على نتنياهو خطة مديلة لعدم عودة السكان إلى الشمال ربما يمرر موضوع الصفقة برأيك ما هي الخطة المديلة التي يتم تداولها الآن أو تمريرها بشكل وبآخر في الإعلام الإسرائيلي هم يتحدثون حضرتك عن التزامات في المرحلة المقبلة متعلقة بإعادة التوتين إعادة التسكين خصوصا شهر تسعة ستعود في الجامعات والمدارس وغيره وعودة المستوطنين إلى أماكنهم ففي خطة بيسموها خطة الإجلاء والإخلاء أستاذة هاني المتعلقة بمناطق التماس وأن تكون مناطق معقمة أو مناطق متهارة لا يقترب بينها أحد هذه الخطة هي خطة أمنية وكان الاستغبارات العسكرية أمان والمستاد وضعوا النقاط الرئيسة فيها وعرضت على الجانب الأمريكي الفرنسي في مراحل معينة اليوم يعاد الحديث بشأنها إذا لم تكن هناك حربة ومواجهات كبيرة ولابد أن يكون هناك إجراءات مطروحة في هذا السياق أنا في تأديري أن هذه الأمور تصار الآن لاعتبارين الاعتبار الأول الوسيط الأمريكي الفرنسي يريد أن يهدئ من المشهد وبطبيعة الحال إيران ليست بمنأة عما يجري الأمر الآخر هو بديل لتهديئة الجبهة الداخلية في إسرائيل لأن نتنياو لن يستطيع أن يناور كمناور في غزة هذه المرة طبعا هناك مخاوف كثيرة من تدعيات وتأثيرات كبيرة فبالتالي لن يستطيع أن يمضي في الوقت إنما بطبيعة الحال يبحث عن هذه الخطط اللي هي في الأصل خطط إقامة المناطق البديلة أو المناطق المعقمة على طول المناطق التماس لتأمين عدم استهدافهم من قبل حزب الله طب هل ممكن أن ينجح الكبار الضباط الأمنيين بالضغط على نتنياو لإحداث أي خرق في هذه الصفقة طالما أنهم يوجهون أصابع الاتهام له بأنه هو من يعطل إتمامها برغم من الرغبة فيها أستاذة هاني لا يوجد خلافات حقيقية ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل هي خلافات مهنية أكثر منها خلافات سياسية أو دولوجية يعني الأجهزة الأمنية وقضتها يتعاملون بهذا المنطق هي خلافات يجب أن تفهم فيه سياقات أمنية والبحث عن أمن إسرائيل وفي النهاية المسؤول الأول والأخير عن تمرير ما يتم الاتفاق عنه نتنياهو وبالتالي لا نريد أن نتصور أو نمضي وراء الميديا الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تريد أن تهول من الأمور أن هناك خلافات كبرى ما بين قادة أجهزة المعلومات وقادة التشكيلات وقادة المنطقة الشمالية والجنوبية وبين نتنياهو حول الأولويات الأولويات واضحة أستاذة هاني الأولويات في غزة هو إتمام الصفقة وبالتالي بصرف النظر عما يجري يعني من تعقيدات نتنياهو كما أشرت لحضرتك دخل في تفاصيل التفاصيل اللي هي أصلا أمور مهنية متعلقة بالتنفيذ وفق للخرائط ووفق للبيانات ووفق مراحل التنفيذ ولا علاقة لها بالأطر السياسية المتوافق عليها في هذا السياق أما الشمال الأمر مختلف تماما بنك الأهداف محدد وواضح ولكن نتنياهو يناور بطبيعة الحال وهو يريد أن يقول كلمته السياسية والعسكرية بعد أن حل مجلس الحرب وأصبح هو وزير الدفاع في الواجهة وهناك بطبيعة الحال خلافات طبعا وتباينات في الرؤى بين المجموعة الأمنية لكنها في النهاية هي خلافات طبقة في إطارها الأمني وليس السياسي في النهاية الجميع يعود إلى نتنياهو لتقرير ما يمكن أن يتم طب هو يناور ويكسب الوقت إلى ماذا يعني هل في مشروع مثلا معين يريد أن يطرحه على الأرض هل هو ينتظر موعد الانتخابات الأمريكية مع أنه حتى الجانب الأمريكي الديمقراطي أو جمهوري يريد إيقاف إطلاق النار هو يناور إلى أنه بيعمل حساب لإيه بيناور حضرتك للوصول إلى موعد إجراء الانتخابات الأمريكية وقتها سوف يكون لكل حادث حديث هذه المرحلة ستستثمر إسرائيل فيها طوال الأشهر المقبلة ما تبقى من عمر هذه الولاية لتحقيق مصالحه الكبرى من الإدارة الأمريكية سيحصل على القائمة التي طلبها القائمة العسكرية الف خمسة وثلاثين الترتيبات الأمنية المساعدات الخاصة بين برنامج المختلف عن البرنامج الرسمي وبتكلم على برامج للتنظمات والمنظمات التطوعية في أمريكا وديه بدخ مليارات إباك بترتب ليها بالتالي ليه مصالح كبرى تفصيلية مع الإدارة الأمريكية مع الشرق الأوسط هو ماضي فيه المفاوضات هو لم يمانع في إرسال رئيس الموساد وفيه الرد على الرد ومتوقع بطبيعة الحال أن بعد لقاء روما سترد حركة حماس أيضا ببعض التحافظات الكثيرة يكسب الوقت يشتريه وبالتالي هو في هذا الإطار لن يخسر شيئا يهدئ الداخل مستمر في العمل العسكري في قطاع جزة حتى هذه اللحظة ومستمر للبحث عن المحتجزين وقادة حركة حماس إذن نحن في حاجة إلى حدث مفصلي يغير من قواعد الراهنة أستاذة هانية هذا الحدث المفصلي إذا تم في قطاع جزة الآن هو الذي يمكن أن يغير من أليات التفاوض على سبيل المسابق يعني أنا في تأديري إذا وجد عدد من المحتجزين يكون هو أحد الأهداف الرئيسة إذا توصل إلى عدد من قادة حركة حماس إذا طرحت الولايات المتحدة وصيقة للأمن وتنفيذ الاتفاق في مقدور الرئيس جو بايدن برغم كل تحفظاتنا أنه يمكن أن يصل مع إسرائيل ويمارس أكبر ضغوطات ممكنة في هذا التوقيت ويحصل على إسرائيل في موضوع الصفقة ويمر هل بمقدور الإدارة الأمريكية أن تفعل هذا الوقت الآن يعمل لصالح الإدارة الأمريكية ويعمل أيضا نيتنياهو إيجابي وسلبي لكن المشكلة الرئيسة هنا هو تجاوب نيتنياهو لأنه الرجل مصمم على الاستمرار في الوضع يهدئ الداخل يقنع الجمهور الإسرائيلي بأنه مستمر في العمل العسكري في الترتيبات الأمنية حضرتك لا تتحدثي عن غزة الآن غزة تم تقليص مساحتها بصورة كميلة الممرات التي تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة غيرت من ملامح القطاع فبالتالي إذا دخل في مفاوضات حقيقية وجدة سيتفاوض من منطق القوة هو من عمل قام بممر ناتسنين وممر ديفيد بالإضافة إلى تواجده في ممر صلاح الدين ترتيبات أمنية في عمق القطاع كل هذه الأمور ستجعله في موضوع أفضل إذا دخل في مفاوضات جدة وحقيقية هذا فيما يخص قطاع غزة ولكن الآن هو يتمسك بوجوده في محور فيلادلف وهو قال منذ البداية في هذه الصفقة أن عدم إتمام الصفقة ربما يكون محور فيلادلف قبل أن يدخل بعض التعديلات موجود الإسرائيلي في محور فيلادلف يؤثر على اتفاقية السلام مع مصر وهو أمر كانت ترفضه مصر المخرج هنا إن تعنت نتنياهو في موقفه أنا في تأديري أن القاهرة لا يزال لدي خيارات عديدة تتعامل بها سواء كان بالنسبة لبروتوكول وبالنسبة لنصوص المعاهدة وهو يدرك جيدا أن القاهرة لن تقبل بنصف حل وشبء خيار في هذا الموضوع حتى فتح المعبر أيضا معبر رفح القاهرة لها شروطها الكبيرة ولم تتراجع القاهرة بالعكس تزاد الموقف المصري تشددا في مواجهة إسرائيل لجنة الاتصال المشتركة بتعالج المصال الإسرائيلي بتعالج كثير من هذه النقاط لكن في تأديري أنه سيتم انسحاب إسرائيل من الممر تدريجيا وليس بصورة كاملة إذا مضت موضوع الترتبات الأمنية في سياقها وإذا توفرت الضمانات المطلوبة طبعا فيه كثير من الضمانات المطروحة في هذا الإطار بمشاركة أمريكية طبعا هذا الأمر مقبول لأنه في ترتبات أمنية مصرية أمريكية إسرائيلية بمقتدى معاهدة السلام مصر لا تتعامل مع الولايات المتحدة كأنها طرف رئيسة وليس طرف وسيط طرف شريكة كارتر موقع فيه جانب الرئيس الراحل السادات ومناحم بيجين في المعاهدة وبالتالي الولايات المتحدة لها دور في هذه الترتبات الأمنية لكن سينسحب بطبيعة الحال من ممر صلاح الدين إذا توفرت الضمانات وتمت الترتبات والقاهرة ليست لديها مشكلة في هذا الإطار بما فيها فتح المعبر إذا التزمت إسرائيل وانسحبت بقواتها خارج هذه المنطقة الحدودية الأهداف التي يحاول أن يحققها ويقنع بها الإدارة الأمريكية الهدف الأساسي الذي قاله بأن لم يتمكن من تدمير حركة حماس وأيضا الصحف الإسرائيلية تقول بأن الأنفاق الحمساوية هي عبارة عن شبكة عنكبوت لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليها ولا إغراقها بالماء في تعليق سريع على هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يتكرر كلما أراد أن يوتر علاقة مع مصر ويعيد ويزيد في موضوع الأنفاء وأعتقد أنه على الإسرائيل إذا كانت وصلت إليها معلومات بوجود الأنفاء فلتنشر الصور بصورة مباشرة هذا أمر مهم للغاية لكي تأكيد هذا الأمر لديها أقمار صناعية لديها أفك 12 قادر على تصوير هذه المناطق الحديث العام المكرر هو بهدف الضغط على مصر في موضوعات مكررة كما تعلمي أستاذة هاني موضوع تهريب الأسلاحة كلام خطأ وكلام يتكرر في كل مرة لكن في النهاية إذا كان لدى إسرائيل براهين وأدلة تنشرها والقاهرة تتعامل معها في هذا الإطار ليس للقاهرة ما تخبئه القاهرة منفتحة بصورة طبيعية على الجانب الإسرائيلي في هذا السياق طب هو إسرائيل كانت تقول بأنها تريد أن تغرق الأنفاق بمياه البحر لماذا لم تتخذ هذه الخطوة؟ لأنه لا يوجد لدى إسرائيل أصلا خريطة بالأنفاء يعني الحديث عن 20 و 25 نفاء هذا غير صحيح القوات المسلحة المصرية أمنت مناطق الحدود بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية في حرب طويلة استمرت لسنوات كما تعلمي وبالتالي لا توجد هذه الشبكة من الأنفاء والحديث المقرر الحديث العام هذا أمر طبعا يؤدي إلى توطر علاقات المصرية الإسرائيلية لكن بطبيعة الحال هو محل تباحث بين البلدين لكن لا توجد أدلة حقيقية كل ما يقال كلام في الميديا الإسرائيلية وحضرتك تعالى منها ميديا موجهة لا تستند إلى أي وقائع في هذا الموضوع الحدود مؤمنة تماما من قبل مصر هذا فيما يقص الحدود يا دكتور هذا الجانب المصري كان واضح في منطقة الحدود المشاركة طيب طب ماذا عن شمال قطاع غزة يعني هما يقولون بأنهم يريدون تدمير الأنفاق هدموا البيوت وقتلوا الناس وحتى الآن لم نشاهد إغراق الأنفاق التي يتحدثوا عنها هو الحديث حضرتك عن المراقبة والمتابعة يعني إسرائيل طرحت أفكار في المفاوضات منذ باريس 2 بوضع بوابات مراقبة لعودة العناصر وما إلى ذلك هذا أمر صعب للغاية أن يتم في هذا التوقيت لأنه من سيعود يعني السؤال الأول هو من سيعود حضرتك أستاذة هاني إلى مناطق الشمال هل هي العناصر الفلسطينية العادية سيتم الكشف أمنيا كما تعلمي نعم من واقع البيانات التي لدى إسرائيل المشكلة الرئيسة هو تمسك إسرائيل حضرتك به عدم إدخال أعداد كبيرة من هذا حتى موضوع الأنفاق بتتعامل معه بنصف حل وشكل خيار لا توجد حلول وهم يدركوا جيدا أنه صعب جدا الوصول إلى هذه المناطق شكرا جزيلا لانتهت الساعة مع حضرتك ختامها ميسك من القاهرة وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي شكرا جزيلا لك